هو الناس اللي بتتعرض للاكتئاب في عندهم كيميا في المخ بتكون في حاجات جينية ممكن تكون وفي ضغوطات الحياة دي ممكن تكون وعشان كده ليه الستات أكتر بيصابوا من الرجال لأن ضغوطات الحياة عليهم هي أكتر بتكون لكن مثلا الانتحار حاجة تانية إنه حتى في طرق الانتحار بتكون مختلفة بين الرجال والستات الرجال يمكن بيستخدموا وسائل سريعة أكتر يعني أسلحة نارية مثلا الحاجة اللي هي بتقطع على طول أحياناً الست لما بتقوم بعملية انتحارية ممكن الرجوع فيها بتبلع أدوية فتلحق تروح المستشفى طريق الطرق مختلفة لكن الإصابة بالاكتئاب والإصابة بالأمراض النفسية عموماً في السيدات أكتر بكتير جداً من الرجال وعايز أقولك حاجة أنه الاكتئاب يعني أن منظمة الصحة العالمية بتصنف الأمراض على بحاجة اسمها عبء المرض عبء المرض ده أنه يخليني أن أنا أضيع وقت كبير جداً من حياتي ما بعملش حاجة حاجة تانية العبء الاقتصادي أن أنا مروحش الشغل مثلاً فيبدأ إحسا فلقوا أنه حالياً مثلاً من ابتداء من سنة 2015 لغاية دلوقتي أنه الاكتئاب يعتبر رقم واحد بالنسبة للستات اللي هو أكبر مرض يسبب عبء اقتصادي؟ اقتصادي وأنه هو بيضيع وقت يعني بيعملش حاجة خالص في الرجالة ده كان السبب الثالث أول حاجة هي أمراض القلب بالنسبة للرجال لكن سنة عشرين تلاتين هيكون الاكتئاب هو رقم واحد في الرجالة وفي الستات طب أنت فداء إزاي يا دكتور؟ أنه علجوا إزاي؟ الفكرة كلها أنه طبعاً بيبقى فيه اكتشافه من الأول أنه عشان كده بيقولك أنه هو المشكلة برضو المجتمع بيلعب دور كبير جداً أنه لو حد جاء قال أنا حاسس أن أنا تعبان نفسياً أو حاجة احنا ما بنقدرش القصة دي ترجمة نانسي قنقر